في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعلى رأسها التباعد وعدم إقامة أو تنظيم نشاطات جمعية نظمت سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة فعليات الاحتفال بيوم أوروبا حيث جرت وقاع الاحتفال هذا العام افتراضيا في بث مباشر على المنصات والمواقع الإلكترونية الخاصة بالاتحاد الأوروبي وتنظر أوروبا إلى هذا الاحتفال السنوي على أنه مناسبة للسلام والوحدة في أوروبا وتحتفي به كل دول الاتحاد الأوروبي في التاسع من مايو من كل عام كونه التاريخ الذي شاهد الأبنة الأولى لمنظمة أوروبية ضرورية لحظ السلم خلال الاحتفال استعرض رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان بيربا أوجه التعاون والشراكة المتعددة بين الاتحاد الأوروبي ككيان جامع للدول الأوروبية ومصر مع التأكيد على حرص الاتحاد على دعم أواصر التعاون والشراكة مع مصر مشيرا في حديثه إلى أهمية تلك الشراكة بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي ينظر إلى مصر باعتبارها شريك هام خاصة على المستوى الاستراتيجي نظرا لما تتمتع به من مكانة استراتيجية وتأثير متعدد الاتجاهات والأبعاد المسؤول الأوروبي كان محددا في وصف مصر بأنها دولة محورية في الجوار الأوروبي وتربطها علاقات قوية تقوم على المنافع المشتركة مع الاتحاد الأوروبي اشتركوا في القناة